قطرة أمل يحصل عليها هذا الشيخ أمل في معالجة ما أصاب عينيه مستفيدا من حملة طبية في تالوين حيث قدمت خدمات طبية وجراحية لفائدة السكان بمبادرة من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي نقوم برفقة التقم شبه طبي بتقديم مجموعة من الخدمات طبية لساكنة أو نساء المنطقة منها تشخيص أو الفحص السريري الفحص بالسدى بعد التشخيص آن لهذه السيدة الحصول على نظارات طبية كغيرها من سكان المنطقة فإلى الآن استقبل المستشفى الميداني أكثر من ستة آلاف مستفيدة استفادوا من ثمانية عشر ألف خدمة طبية مع إجراء أزيد من مئة عملية جراحية هذه المبادرة الصحية تهدف بالأساس لمساعدة سكان الجماعة بفضل طاقم طبي من 150 طبيبا وممرضا من المغرب والولايات المتحدة جئنا من أجل مهمة إنسانية لتقديم المساعدة الطبية لسكان المحليين وأي فرصة مهمة لنا في تقديم هذه المبادرة سكان التاليوين وهذه المنطقة الجبالية استحسنوا مبادرة المستشفى الميداني مستشفى بني في إطار مناورات الأسد الإفريقية العسكرية مناورات تنظم بشكل سنوي بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر